بانكو إفريقيا وفيزا يكافئان زبائنهم الفائزين بالمسابقة التي نظمت بمناسبة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلاندا والتي ستشهد مشاركة المغرب لأول مرة في تاريخه من خلال منحهم عشر حالات شاملة تنظيم حفل توزيع الجوائز للفائزين جرى بحضور غزلان شباك وفاطمة الزهراء تغناوت لاعبتي المنتخب المغربي النسوي نرحب اليوم بالفائزين في المسابقة التي نظمناها مع فيزا زبناؤنا المخلصون بفضل الدفع من خلال بطاقتهم ربحوا إقامة لتشجيع فريقنا المغربي قدمنا عشر حالات لزبنائنا الذين سيغادرون لمدة تقارب عشرة أيام وسنكون في مرافقتهم المسابقة جزء من حملة تفعيل الدفع ببطاقة فيزا بهدف تشجيع الزبناء على استخدامها للدفع المحلي والدولي والتجارة الإلكترونية تنظيم هذه الحملة يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية بين بنك إفريقيا وفيزا بهدف تعزيز الدفع بالبطاقة بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم في أستراليا والنزلندا بالمناسبة نتمنى حظا سعيدا ومسارا جيدا للمنتخب المغربي حزمة الصفر الممنوحة للزبون الفائز وشخص من اختياره تتكون على وجه الخصوص من الإقامة في فندق خمسة نجوم وتذاكر طيران داخلية للمباريات خارج المدينة المضيفة وتذكيرتي مباراة لكبار الشخصيات ترجمة نانسي قنقر